موسيقى استهدافت القوات الروسية مجموعة من المقاتلين الأوكرانيين على محور زبروجيا وزارة الدفاع الروسية نشرت لقطات تظهر لحظة استهداف المجموعة الأوكرانية والأسلحة الخفيفة وقضائف الهاون وأسقاط الذخيرة من الطائرات من دون طيار مباشرة على الخنادق ما أجبرهم على الفرار من مواقعهم أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويغو أنه لا خطط لتعبئة إضافية للجنود لأن القوات المسلحة الروسية لديها العدد اللازم من الأفراد العسكريين للقيام بهجوم عسكري بموجب المرسوم الرئاسي يخضع 130 ألف شخص للتجنيد الإجباري أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن جميع المجندين بمن فيهم الأتون من المناطق الجديدة لن يجري إرسالهم إلى منطقة القتال هيئة الأركان العامة ليس لديها خطط لتعبئة إضافية أشار وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إلى أن العالم لا يشاطر أوروبا موقفها إزاء النزاع في أوكرينيا ولا يفهم المعايير الأوروبية المزدوجة بقارنة بالنزاعات الأخرى في العالم سيارتو في حديث لصحيفة ميجر نيمزيت رأى أن العالم ينتظر بلافة نهاية هذه الحرب واستغرب كيف أن الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى السلام والتفاوض وقف العنف عندما لا تكون الحرب في أوروبا ولكن عندما تكون ضمن حدوده يحرض على استمرار النزاع ويزود أحد أطرافه بالأسلحة ويتعرض أي شخص يتحدث عن السلام للعاري والوصم على الفور عبر وزير الخارجي روسي سرقيا لافروف عن تفاؤله بالنتائج المرتقبة للمؤتمر الثالث لمنتدى الحزام والطريق الذي أطلقته الصين وقال أن هذا المشروع الحيوية سيسهم في تنمية منطقة أوراسيا يستضيف أصدقاؤنا الصينيون أحداثا رفيعة المستوى وقد ذكرت أكثر من مرة أن الأنشطة المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق ومنظمة شانكهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأوراسي أو رابطة أسيان تتماشى بشكل وثيق مع أهداف تنمية القارة الأوراسية نحن نعمل معا في بناء مشروعات تشمل النقل والتمويل والخدمات اللوجستية والصناعية وجميعها تفتح آفاقا واسعة للتنمية